اشتركوا في القناة المتخصصين تحت سقف واحد وفرص لتبدل وجهات النظر والرؤى بينهم مضيفا مع لي أن مملكة البحرين تمتلك مرتكزات أساسية قادرة على خلق بيئة تكنولوجية على غرار الدول المتقدمة ويأتي ذلك لنظير امتلاكها قاعدة علمية مهيئة وقادرة على الخلق والابتكار ممثلا ذلك بالشباب البحريني الذين أثبتوا للجميع مقدرتهم على استيعاب المعارف العلمية والتعامل معها وتطويرها وتوطينها مستقبلا في المملكة مما يتماشى بذلك مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من جانبه أكد المنصق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإمائي لدى البحرين أمين الشرقاوي أهمية المنتدى في مقاربة أهداف التنمية المستدامة وقال إن الإعلام الاجتماعي يفتح آفاقا كبيرا لأعمال جديدة ومبتكرة مستندة إلى تنمية لا تستثني أحدا ويصب بشكل مباشر وغير مباشر في تنمية الاقتصاد المحلي ويخلق بيئة تواصلية غير مسبوقة بين مختلف البيئات والأجناس والثقافات والأعمال بدوره أعرب رئيس النادي العالمي للإعلام الاجتماعي علي سبكار عن فخره بمواصلة منتدى رواد الإعلام الاجتماعي نجاحه وآمن بعد عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر